نظم عمال ودارة الخارجية حفل تكريم لوزير ما السابق الرئيس الجديد لمفوضية اتحاد الأفريقي موسى فكي محمد المناسبة جارت بحضور وزيرة سؤال المرأة والتضامن الوطني والطفولة إبراهيم محمد موسى في سياق هذا التقرير بمناسبة فوز موسى فكي محمد على رأس مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء حفل تكريم من قبل عمال الوزارة بقاعة الخارجية وبدأ الحفل بكلمة أمين عام لوزارة الخارجية موسى محمد دقو إن عمال وزارة الخارجية يقدمون تهانهم إلى موسى فكي محمد للإنجازات التي قدمه موسى فكي خلال عشر سنوات من العمل على رأس الخارجية وعمل على تقوية الدبلماسية الشادية أما كلمة المحتفى به موسى فكي محمد أكد بأنه وصل إلى قيادة المفوضية الاتحاد الأفريقي بفضل جهود رئيس الجمهورية وسياساتها الناجحة لذا ارتفعت مستوى الدبلماسية الشادية عبر مكافحة الإرهاب والسعي إلى معالجة القضايا الإفريقية والدفاع عن مصالحها وكل هذا نتيجة بإسهام عمال وزارة الخارجية وتفانيهم في العمل وحققت إنجازات كبيرة في تاريخ البلاد بحصول ممثل البلاد مقعدا له بمجلس الأمن الدولي 2014-2015 وهو دليل بتكريس الجهود الجبارة لأجل إفريقيا وسلامة شعبها وننوه إلى أن الدبلماسية الشادية ساهمت في حلحلة الكثير من القضايا ذات البعد الإقليمي والدولي